خلافاً للشائع التطور بالاستفاق الطبيعي ما بيضمن التحسن المستمر للنوع ولا يقود بالضرورة للصفات الأكثر ملاءمة الإنسان من زمان حتى قبل ما يعرف هالإشي اللي عم تلمع بالسماء شو هي تساءل عن الحياة على الأرض وعن علاقته معه ووجوده بالنسبة إلها وطبعاً كل ثقافة طلعت بأساطيرها الخاصة لتحاول تفسر هالموضوع ولتفسر كل المواضيع البقية يلي شغلت بالي البشر فيها بهديك الأيام بمعظم تاريخ البشرية ما كان عنا طرق أفضل من هيك لنفهم الظواهر حولنا سواء كانت الأمراض اللي بتصيبنا أو التأسي اللي منلاقي حالنا فيه لعلاقة الأرض بالنجوم والسماء لعلاقة الإنسان بالكائنات الحية الأخرى مع تقدم العلوم بآخر كم قرن من الزمن ما بقى تنقبل الأساطير القديمة لتفسر هالظواهر أو على الأقل أغلب الظواهر مقارنة بالقرن 18 مثلاً اليوم صعب تلاقي مين بيآمن بإنه الآلهة عم تتدخل بمناخ الأرض حسب مزاجها أو عم تهندس جراثيم أو فيروسات لتصيب الأقوام المغضوب عليها بالأمراض أو أنه الأرض مركز الكون هلأ بعرف ما بيخلى الأمر عيش كتير بتشوف كتير ودور منيح بتلاقي حدا بيآمن بأي شي بيختط لك بس عم نقول نسبياً اليوم هالاحتمال أقل من القرون السابقة ومع أنه هالكلام بينطبئ كمان على ظاهرة تنوع الحياة على الأرض إلا أنه تفسيرات العلمية بتواجه ممانعة مميزة أكثر من غيرها لحد اليوم والتفسير المدعو بالكرييشنزم الخلقية ما زال عالق بأذهان نسبة مقليلة من الناس مع التذكير بأنه هالاسم تبع الخلقية شوي مضلل التفسير الخلقي لا يطابق الإيمان بخالق بشكل عام بل يعني بشكل محدد إيمان بخالق عمل قوانين معينه خلق كون يمشي علي عشر مليارات سنة وبعدين وكأنه كائن بيغير رأيه حب فجأة يتدخل بهالكون ويعدل على الخطة ويضيف فيها كائن جديد وفصلنا بالموضوع بحلقة دي من ريبلز تحت عنوان لماذا لا تعطي نظريته تطور فرصة لكن بالنسبة لناس آخرين اليوم يلي حطوا فيه داروين والس نظريته تطور بالانتخاب الطبيعي كان علامة فارقة بتفسير تنوع الكائنات الحية ومن هديك اللحظة لهلأ بتلاقي كتير من الناس يلي بيعتبروا حالا على دراية بنظريته تطور لحد معين بيقولوا لك بأنه نظرية مفادة ما يلي خيوا باختصار الكائن همه ينقل جيناته للجيل القادم فإذا هالحيوان أو هالنبتة أو هالجرثومة إلى آخره عم يعرفوا يتكاثروا فالنوع اللي بنتموا إلو عم يستمر ومع التكاثر وتعاقب الأجيال أحيانا بتطرق تغييرات طفيفة على صفات الكائن غالبا هالتغييرات غير مفيدة كونها عشوائية لكن بأحيان نادرة هالتغيير الطفيف يؤدي لصفة مفيدة للفرد اللي بيحملها من ناحية فرص بقاءه بالبيئة اللي عايش فيها يعني ورغم أنه هالتغييرات لما بتصير بتكون كتير صغيرة تراكمها عبر ملايين السنين يؤدي لأشكال حياة مختلفة جدا عن الأسلاف القديمة بشكل شبيه بتطور اللغات عبر تراكم التغييرات الصغيرة اليوم اللغات الإيطالية والرومانية والإسبانية كلها تطور للغة اللاتينية مع أنها مختلفة عننا كثير لكن ما في يوم معين تحولت في اللاتينية لأي من هاللغات بل العملية تدريجية تراكمية فنفس الشي مع تطور البيولوجي شوي شوي بتحسن الكائن وبصير أكثر تلاؤما مع بيئته وباختصار البقاء للأصلح أو البقاء للأكثر قدرة على التأخلم سوربايفل أوف دفتست جزء من هالكلام لا غبار عليه وما نغلط أبدا لكن إذا كنت أنت واحد من هدول الناس يلي هيك مفهوم عن التطور خليني بهالحلقة أعزمك على كاسة شيء أخضر بالأسكر على حسابك وأدعوك بطريقنا ننظر للموضوع بشكل أعمق بشوي ونصحح كم مفهوم خاطئ بهالكلام كونها أخطاء شائعة جدا وكونوا موضوع ضريف ومثير للاهتمام وإلو تبعات فكرية أوسع بكتير مما يبدو عليه للوهل الأولى مثل ما رح يتضح خطوة ورا خطوة بهالحلقة رح نحكي اليوم عن مفهوم التطور من منظور الجين وما يسمى أحيانا الداروينية الجديدة ونصل من خلالهم لمفهوم الميم أنا اسمي جابر وأنت عم تحضر ريبلز قناة تحترم أنه عندك عائل وأنك بتحب تشغله اشترك بالقناة إذا كانت جديد هون زروا السبسكرايب تحت زر اللايك بشوي وإلى المشتركين سلفا بحب تذكر بإني متفرغ لعمها الفيديوهات فول تايم بفضل الدعمين على بيتريون مشكورين جدا وأنه عندنا هدف نوصل 110 داعم قبل نهاية السنة لحتى تقدر تكمل فيها حب رحب تدعميني جدا بهات الأسبوع إذا بإمكانك وبتحط نظام إلنا لتساهم باستمرار القناة زور فيتريون.com.br بتضغط على الكارت بالزاوي من هون قدمك المبلغ صغير بالنسبة إليك يبيعني كتير إلي ولا كل حدا بيتمنى لها القناة تستمر بس ما نقادر يدعمه شكرا سلفا لأهتمامك وخلينا نبلش سنة 2005 اجر في أكل عندك وقال لك بإنه مبارح اشتر دي في دي عليه آخر سيزن من مسلسل فرينز طبعا هو اشترى دي في دي لأنه سرعات النيت سيئة عندكم بالبلد بالألفين وخمسة غير اليوم اللي هي ممتازة أكيد يعني أمخرش تعملوا ستريمينج أو داونلود للحلقات من البيت ورحت أنت بالله ما تقول ولا كلمة شلت اليو اس بي ستيك من جيبتك وعطيته إياها وفهم رفيقك بأنه بدك منه ينسخ لك حلقات المسلسل بس يلي ما بيعرفوا رفيقك بأنك كنت لسه مبرمج هاوي ونفكر حالك هاكر خطير فأنت حتطلو عليه مثل البرنامج صغير ربما يحلل البعض يسميه فيروس ببساطة يلي بيعطلوه البرنامج بأنه إذا كان على يو اس بي ستيك أول ما تنوصل الستيك بكمبيوتر بينسخالو عليه مباشرة بشكل أوتوماتيكي ومتخفي وإذا كان على كومبيوتر كل ما حدا يحط فيه يو اس بي ستيك بيعطل الفيروس نسخة من حاله عليها فهيك الفيروس صار على كومبيوتر رفيق وكل ما حدا طلب منه ويحط له شي ملف على اليو اس بي بيكونوا انضم لقائمة الناس يلي عمليا عم يستغلهم الفيروس لا ينشر حاله لأنه صار على كومبيوتر تبعهم كمان وبالتالي على كل يو اس بي ستيك كنت نحط عليه وهكذا لاحظ انه هالفيروس وفقا للوصف لحد هلا كتير بسيط وما بضر أي جهاز بأي شي بس هاد ممهم هو ببساطة همه ينشر حاله بكلمات أخرى هو برنامج يؤدي لصناعة نسخ عن نفسه وكونه كذلك فينا ندرجه تحت تصنيفة بتسمى replicator ولن ترجمه على العربي رح نقل على طول الحلقة اليوم ناسخ تعريف replicator هو anything that contributes causally to its own copying الناسخ هو أي شي يساهم سببيا بنسخ ذاته ملاحظة سريعة لإستخدامنا لتعابير مثل هم الفيروس ينشر حاله وهدفه يؤدي لنسخ ذاته مثل ما بالكيميا لما تسمع عن جزيق كاره للماء بيكون واضح بأنه ما القصد بأنه الجزيق عنده عقل وأفكار ومزاج وتاريخ مؤسف مع المي لحتى يكرهها نفس الشي بقصد الفيروس اللي تخيلناه وبالناسخات الأخرى اللي رح نمشي معها بحال الحلقة اليوم لما منقول شو هدفه وهمه وهيد التعابير فهد كلام مجازي فقط والقصد واضح للي بيحب يرهم والهدف من مثال الفيروس المذكور هو فقط توضيح فكرة الناسخ ومانه تشبيه كامل لما سيرد لاحقا من مفاهيم منظور الجين إذا كنت عم تتساءل من شوي ليش عم يحكي لي مستر ريبولز عن فيلوسات الكمبيوتر فغالبا خطر لك الجواب بعد ما شرحنا فكرة الناسخ وأنه المورفة الجين كمان ناسخ الجين هو شي يساهم سببيا بعمل نسخ عن ذاته بس نخلي هالفكرة ببالنا ونحن عم نفكر بالتطور نصير أكثر قدرة على أنه نشوف التطور من عدفة جديدة وكأننا عم ننظر للطبيعة من منظور أو من زاوية الجين بالإنجليزي هالشي بيتسمى جينز آي فيو هالشي غير أنه ستريتش ضريف للعقل بيسمحنا نوصل لفهم أعمق وتفسيرات أفضل لعدة ظواهر بالطبيعة هاد بيوصلنا للنيو داروينيزم للداروينية الجديدة يلي فكرتها الأساسية هي أنه التطور يفضل أو يحابي الجينات التي تجيد الانتشار بين أفراد النوع سواء هالجملة تبدو لك مبهمة أو تبدو لك بديهية المثال التالي رح يوضحها ويوضح أثارها غير البديهية فإذا بتعيرني انتباهك شوي مع هالمثال برجع لك يا بآخر الفيديو تخيل معي أنه بلحظة ما في مجموعة طيور على جزيرة معينة هالطيور حاليا بتبني أعشاشا بشهر نيسان من كل سنة وبالحقيقة هاد أفضل شهر لبناء الأعشاش لأسباب بتخص الحرارة مثلا وتوفر الغذاء والمواد اللازمة لبناء العش وقلة المفترسين بهالفترة وهيك أشياء يعني هلأ الطيور كلها عندها الجين يلي بخليها تعشش بأفضل وقت من السنة وهيك بيكون بالفعل يحقق الأفضل للنوع وبيخلي من هالناحية الأصلح والأكثر تأقلما قام بعدين صارت طفرة على الجين المسؤول عن توقيت التعشيش عن طائر واحد بحيث بتخليه يبني العش بأواخر شهر آذار مارج من كل سنة يعني قبل بشيء أسبوع عشرة أيام من بقية الطيور من نفس نوعه بقية الجينات ما تغيرت وسلوك الشريك طبعها الطير ما زال إنه إذا شريكه بدأ بالتعشيش رح يتعاون معه هلأ بناء العش بهالوقت ما كثير منيح من النواحية اللي ذكرناها من شوي بالنسبة للطير يعني هو توقيت مقبول بس مثل ما قلنا التوقيت المثالي الأصلح أوه بشهر نيسان أيبرو ولكن لأنه هالطير عنده هالطفرة وعمل عشه قبل الكل حصل على أحسن مكان للتعشيش لأنه ما حدا نفسه له وهيك هاد الجين الجديد مع التعشيش المبكر تورث للجيل القادم نفراخ هالطير فبعد ما يكبروا بصير فيها ع هالجزيرة طيور أكتر بتعشش بكير وبتحصل كمان على أفضل أماكن لبناء أعشاشا والجين بينتقل لفراخهم وجيل وراجيل كل ما نهى أماكن التعشيش الأفضل عم تروح للطيور يلي توقيتها ما كتير منيح بينما يلي لسه حاملين الجين القديم بيجوا بعد شيء أسبوع عشر تيام يعني بالوقت الأمثل ليتنافسوا بين بعض على المحلات السيئة المتبقية لهم ليعاششوا فيها وهيك اتكررت العملية وضل ينتشر الجين الجديد طبع التعشيش المبكر بأذار لحتى صار هو السائد وقضى على الجين المسؤول عن التعشيش بشهر نيسان قبل ما نكمل بالمثال لاحظ كيف أن المنافسة بالحقيقة هي ضمن النوع الواحد وبالتحديد بين جينين هن صياغ مختلفة عن بعض يعني جينين كتير بشبهوا بعض وعمليا واحد فيهم هو طفرة عن الثاني عم يتنافسوا بين بعض على الانتشار ضمن نفس النوع هلأ اتخيل معي لو تصير طفرة جديدة بتخلي طير يعمل عشو ببداية أذار يعني شيء أسبوعين قبل كل الطيور هلأ نفس الشيء ممكن يصير هو السائد بعد كم جيل ونظريا هالتراجع والبعد عن التوقيت المثالي ممكن يضل مستمر لحتى تصير مساوئ التعشيش المبكر والأضرار يلي بيسببها أكبر من الأفضلية يلي بيعطيها لان اتخيل مثلا بأنه التعشيش بشباط صار بوقت برد كتير في الفراخ بيموتوا فورا بعد ما تفقص لبيوت وبالتالي التفرة جديدة بتموت معهم وما بتنتشر فوقتها بيكون النوع وصل لحالة استقرار جديدة من هالناحية والتفرات ما بقى قادرة تكسر هالاستقرار إذن التطور أدى لاستقرار النوع على توقيت تعشيش بعيد فترة كبيرة على التوقيت المثالي واختفى من زمان الجين اللي كان يؤدي للصفة الأكثر صلاحا وخلافا للشائع التطور بالاستفاء الطبيعي ما بيضمن التحسن المستمر للنوع ولا يقود بالضرورة للصفات الأكثر ملاءمة طبعا هات كان مجرد مثال افتراضي لأنه نفترضنا فيه بأنه كل العامل اللي ممكن تأثر بها سيناريو ثابتة إلا تنوعات الأشكال اللي ممكن يأخذ الجين تبع موعد تعشيش باعتبار هدفنا المثال توضيح فكرة أساسية فقط بأبسط طريقة ممكنة وهلأ برجع بعدلك التعريف اللي اللي لنامنا شوي بس على ضوء هالمثال بعد ما فهمنا التطور يفضل أو يحابي الجينات التي توجيد الانتشار بين أفراد النوع بكلمات أخرى الشي يلي احنا منسميه التطور هو ببساطة وصف لكيف انه الجين يلي بيقدر ينسخ حاله بيستمر أما مصلحة الفرد اللي حاملها الجين أو مصلحة النوع كله على بعضه والله هن يحظن إذا ما مصلحتهم تتقاطع مع هدف الجين بناسخ حاله عبر الـ population على حساب الجينات الشبيهة المنافسة فأهلا وسهلا أما إذا ما بتتقاطع بيقلهم الجين والله sorry not sorry لهيك بتسمع بمصطلح الجين الأناني ريتشارد داوكنز وقت عمل الكتاب الجين الأناني كان هدفه يوضح هالنقطة مع العلم أنه في ناس ما قروا من الكتاب غير عنوانه ففكروا بأنه الكتاب عم يدافع عن الأنانية ولا شي من هذا النوع بالواقع أنانية الجين والداروينية الجديدة اللي عم نحكي عنه بتفسر ظواهر ما كانت نظرية داروينية القديمة قادرة تفسرها خود مثلا الجين يلي يساهم بأنه النحلة لما بتحس بأنك مصدر خطر تقرسك وبتموت هي دفاعا عن الخليل من زمان لما مكانوا يعرفوا شي عن عمل الجينات كان الواحد معه حق يسأل كيف التطور بيسمح باستمرار هيك سلوك ليش منقرض النحل بسببه هالنحلة اللي أرصيتك ليك ماتت شو مصلحتها تعمل هيك شي وكيف مرأت جيناتها للجيل القادم لما منفهم التطور من منظور ومستوى الجين متل ما شرحنا بها الحلقة ومتذكر بأنه النحلة اللي أرصتك تسمى نحلة عاملة ومش شغلتها تتكاثر أصلا لأنه الملكة هي يلي شغلتها تتكاثر وتمرق الجينات وأنه النحلة الملكة والنحلة العاملة عنده نفس الجينات وما يحدد إذا يرقى رح تصير ملكة أو عاملة هو عوامل بيئية فقط غالبا مرتبطة بالغذائية اللي تحصل عليه بأول كم يوم هيك بصير الموضوع واضح وسهل الفهم وجود جينات بتخلي النحلة العاملة تموت دفاعا عن الخلية والملكة بيجيد فرص بأنه الملكة تتكاثر بأمان وبالتالي الجينات بتعبر للجيل القادم فالجين لأنه أنني خلى النحلة فدائية في سبيل الخلية وتبدو إيثارية غيرية من منظورنا وهذا الأساس الجيني يلي بيفهمنا كثير من السلوكيات التضحية أو الإيثار أو التفضيل للأخوة والأقارب بالطبيعة هل بدك لصة تفصيل حلو بقصة النحل والجينات الأنانية؟ النحلة الملكة بالخلية بتكون أم النحلات العاملات وخلافا لكثير كائنات وحيوانات أخرى النحلة الأنثى أقرب جينيا لأخواتها الإناث من نسلها سواء كانوا إناث أو ذكوك لذلك بالنسبة لجينات النحلة العاملة يلي متل ما شحنا من شوي همهم ينشروا ينسخوا حالهم زيادة عدد الأخوات عن طريق حماية ومساعدة الملكة أفضل من أنه النحلة العاملة بحد ذاتها تتناسل لو كان فينا فينا نشوف بهالمثال ليش يحلول البعض تشبيه الكائنات بالأدوات أو عربات النقل البيكولز يلي تستخدمها الجينات أي صحيح؟ شايف لما من شوي عطيتك تعريف الدروينية الجديدة وقلتلك بأنها على مستوى الجينات؟ أنا كذبت عليك شوي بهالكلام آسف شوي ما آسف أنا مشان مصلحتك والله بالحقيقة النظرية ما نهى بس عن الجينات بل هي عن أي ناسخ عن أي ريبليكيتور حتى لو كان شي بالمعنى التقليدي غير مادي الميم هو مصطلح يطلق على الفكرة الناسخة فكرة تساهم بنسخ ذاتها مثل شو؟ أي نكتة معروفة هي مثال عن ميم بس طبعاً ما كل الفكرة هي ميم لأنه بعض الأفكار بل أغلبة بيطرق عبالك أو بتسمعه من حدا بس ما بيقدي لأنك تساهم بنقله لأي عقل آخر ما كل ما تسمع نكتب تحكيها لغيرك ممكن ما تعجبك ما كل ما يختارلك فكرة بتكتبع على الفيسبوك وهالكلام بنطبق حتى على رفيقك اللي بيعمل 50 ستوري على الإنستغرام باليوم لا ما تخيل شو الأفكار اللي ما عم يكتب لك؟ بس الأفكار اللي بتعرف تنط من عقل لآخر هي ميمات النكتة المعروفة بتخليك بس تسمعها تحب تحكيها للناس إذ لسه ما سموه فكرة ناسخة لهيك بعد استخدام كلمة ميم بها المعنى العلمي الفلسفي لعدة عقود لما إجا على السوشال ميديا الكلمة صارت تشير غالباً للصور يلي فيها نكتة وبتنتشر بسرعة عبر فضاء الإنترنت عسيرة النكت شي مرة حكيت نكتة لحدها أم قال لك آه أنا بعرفها للنكتة بس ما هيك بالضبط وبعدين بحكي لك ياها بشكل مختلف شوي عن الشكل يلي انت بتعرفه للنكتة شو بيذكرك هالشي بالتغيرات يلي بتصير أثناء نسخ الجينات يلي بالعادة بنسميها طفرات فالنكتة بالصيغة طبعك هي بأحد أشكال أو بدائل أو صيغ الميم وطريقة تسرد رفئك إلها بشكل مختلف شوي هي بديل أو صيغة أخرى لنفس هاد الميم وهيك بنوصل لأعام توصيف للفكرة الأساسية تبع التطور النيو دارويني التطور الدارويني الجديد يلي ممكن نصيغه عن نحو الآتي مع الاعتراف بأن تبسيط اللغة العلمية فيه ليس بالمهمة السهلة أبدا مجموعة الناسخات القابلة أو المعرضة لشيء من التغيير عبر أخطاء النسخ مثلا ستسودها بدائل أو صيغ الناسخات الأقدر على التسبب في نسخ نفسها مقارنة بمنافساتها يعني نفس الكلام يلي إلنا عن الجينات بس عممنا على أي ناسخ لهيك بنطبق على الميمات بشكل شبيه بكيف بنطبق على الجينات بس شوفي فرق بين تطور الميمات وتطور الجينات الحقيقة الميمز موضوع شحيق جدا جدا وإلو آثار فكرية كتير واسعة وطريفة فرح نخصص له لحلقة الجاية لحال لهيك تأكد بإنك مشترك ونفعل جرس التنبيهات بتمنى إذا حلقة اليوم قدمت لك شي مفيد تعمل لي لايك وتنشرها مع أصدقائك وإذا بتحب هالقنات تستمر بتقديم هيك محتوى وبإمكانك تدعمها اضغط على المربع بنص الشاشة بتزور حساب ريبلز على بيتريون شاركني أفكارك بالتعليقات وبشوفك بالحلقة الجي سلام شكرا